أكثر من ستة ملايين ناخب نمساوي يختارون نوابهم في البرلمان الأوروبي وإن كان فيه كمان خبر تابع لي أو فعلا نفس السياق أنا هتقبله خبر مضاد اللي هي الدراسة اللي بتقول خروج النمسا من الاتحاد الأوروبي سيكلفها ثمنا مباهزا حسب دراسة الفيفو خلينا نقول أن انتخابات الاتحاد الأوروبي ومش عارف تشاركنا الرأي أم لا أنا بعتبر انتخابات الاتحاد الأوروبي مع مخاوف الصعود الأحزاب اليمنية المتطرفة على قمة البرلمان الأوروبي هي مؤشر عام بالنسبة للانتخابات البرلمان اليمساوية اللي هتكون معنا في شهر نوفمبر توافقنا الرأي أم تخالف دراسة قطعا قطعا سيد زندوح هذا فعلا انتخابات الأوروبية ونتائجها وما سيصدر عنها طبعا في البداية تحياتي لك وتجتميش السادة وبتابعينا ومشاهدين على إنفوغنات النمسا ميديا بالأسبوع 23 صار؟ ما عدنا عدينا يا راجل خلاص الانتخابات الآن سيد زندوح الانتخابات البرلمانية الأوروبية انتخابات هامة جدا صراحة انتخابات مفصلية يعني شوف ليس أولها انتهاء كورونا وليس أوسطها الحرب الأوكرانية والوضع الاقتصادي السيء للغاية وليس آخرها استيراد الصراع من الشرق الأوسط وانعكاسه على الحياة اليومية في العديد من المرافق الدول الأوروبية الدول الأوروبية الصراع في شرق الأوسط ما بين فلسطين وإسرائيل فبالتالي اليوم الدعاية الانتخابية الخاصة باليمين المتطرف ممدوه مكتملة الأوصاف اقتصادا سياسة انتماءا أضف على ذلك القضية الدائمة أيها القضية الدائمة والأولى والأخيرة الصباح اللاجئين المزمن اللاجئين والعنف وكل هذه التفاصيل التي مع الأسف اليوم لا تخدم إلا الخطاب الشعبوي الذي يستفيد منه اليمين واليمين الوسط يعني حتى العقلانيين اليوم بصراحة بما فيهم اليسار أصبح يستخدم هذا الخطاب كما يأتي علينا في بعض الأخبار المقبلة أن حزب اليسار يؤيد ترحيل يعني السوري والأفغان بغض النظر عنه فسجعين لأله فبالتالي سأزع نضوح كما تفضلت المشاركة اليوم بانتخابات الاتحاد الأوروبي هي مشاركة بالغة الأهمية وفعلا أنا أدعو كل من هو لديه حق انتخابي أن يستخدمه يوم الأحد من خلال الآلية المعروفة بالانتخابات البرلمانية الأوروبية الأوروبية بالضبط فلأن بصراحة كما تفضلت في سؤالك في البداية أن فعليا صعود اليمين سيكون له تبعات كثيرة يعني التأثير في قرار المفوضية الأوروبية التأثير على محكمة المحاكم الأوروبية بشكل عام وإعادة صياغتها وإعادة إنتاجها فوصول اليمين وصول المتشددين وصول العنصريين وصول الكارهين وصول المتخلفين صراحة ستكون بدايته لربما من يوم الأحد المقبل مع هذه الانتخابات إذا كان هناك صراع بين الأحزاب للصعود إلى قمة البرلمان الأوروبي وده إن كان متشر في كل الدول الأوروبية أو في كل دول الاتحاد الأوروبي طب إزاي حنفسر بقى أو التناقض اللي موجود في خبرنا الثاني اللي بيقول إنه هنا في خروج النمسا من الاتحاد الأوروبي طب هما بيسعوا يكونوا في الاتحاد الأوروبي ولا بيسعوا للخروج من الاتحاد الأوروبي بالنسبة للدراسة اللي موجودة يعني إيه لازمتها دلوقتي دلوقتي الحال يعني طبعا بالضبط يعني هي هي أستاذ مضوح أنا بتصوري هاي الدراسة خرجت بهذا التوقيت لربما حتى تشير يعني إلى أهمية النمسا داخل الاتحاد الأوروبي ستزمدوح النمسا من دون الاتحاد الأوروبي عارية النمسا من دون الاتحاد الأوروبي لوحدها ستكون يعني شيء بصراحة لا يعني أن نقول أن بريطانيا شيء منعجل بمثال البريطاني ولكن بريطانيا دولة عظمى بصراحة يعني بين فرزتين طبعا على عظمى دولة لها كيان قوي دولة حدودها بصراحة تتجاوز حدودها المعروفة بغرب أخصى غرب وسط أوروبا وإن كانت بريطانيا برضو يمكن الاقتصاد بتاعها قوي زي ما بتقول إضافة لذلك لأنه هما ما دخلوش على فكرة ما دخلوش الأورو يعني هما ما دخلوش الأورو من البداية احتفظوا بالعملة البريطانية صحيح صحيح فبالتالي سازمدوح الوضع هذا الوضع هذا الترتيب يعني أنه خروج النمسا هذه الدراسة جهات حتى تقيم مقارنة تقيم مقارنة ذهنية للناخب الذي يريد الانتخاب يوم التاسع من هذا الشهر يوم الأحد بعد الغد يعني فقال لك أنه النمسا ممكن أن تخسر يعني سينخفض الجيدي ناتج المحلي الإجمالي بـ 35 مليار يورو أو 7.8 إن لم تكن النمسا عضوا في الاتحاد الأوروبي وهذا رقم ليس رقم أليل هذا رقم بصراحة قادر على أن يحرق اقتصاد النمسا بشكل كبير حتى على مستوى الفرد بيقول لك حتى على مستوى الفرد سينخفض سينخفض المدخول يعني أيه بالنسبة لتخل الفرد لمستوى 5190 يورو على مستوى سنوي فبالتالي فبالتالي أكيد وجود النمسا داخل الاتحاد الأوروبي السوق الأوروبية المشتركة الحدود المفتوحة المعاهدات هذه التفاصيل هذا شيء بالغ الأهمية السيد زمدوح حتى 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 يعني تبقى النمسا داخل هذه المنظومة فبالتالي الانتخابات ضرورية للغاية المشاركة 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 وجود النمسا بالاتحاد الأوروبي عدم الضبط يعني حتى هذا الخبر السيد زمدوح بيقول لك لأنه اليمين عم بينادي بالخروج في اتحاد الأوروبي بيقول لك احنا ما لنا مصلحة فيه ما لنا لنا التزامات كبيرة وعننا مشكلة اللاجئين وعننا مشكلة الهوية وعننا مشكلة الوطن يعني هذا الخطاب الشعبوي فبالتالي وصول اليمين السيد زمدوح للبرلمان الأوروبي والسيطرة عليه طبعا هذا الشيء أكيد رح يكون له ضرر كتير كبير وكانه يستطيع من خلاله تنفيذ كل الأفكار اليمينية المتطرفة 100% صحيح يوجد محاكم عليا وكذا بس ولكن هذا الشيء صراحة لا يوجد عليه ضمانات أنه أن تنجو النمسا أو ينجو الاتحاد الأوروبي في حال وصل اليمين المتشدد إلى هذا الاتحاد